ادى القضاة المعينون الجدد اليمين القانونية امام اعضاء المجلس الاعلى للقضاء تنفيذا للامر الملكي رقم 45 لسنة 2020 بتعينات قضائية ضمن تضمن تعيين قضاة مشروع قضاة المستقبل بنسخته الثانية لعام 2019 الذين اجتازوا معايير الاختيار وبعد ختام مراسيم اداء القسم هنأ معالي المستشار عبدالله بن حسن البعنين رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الاعلى للقضاء هنأ القضاة الجدد متمنيا لهم توفيق وسداد في مهامهم وتأدية واجبهم في تطبيق سيادة القانون وحثهم لبدل المساعي الصادقة لتعزيز قدراتهم لاصدار احكام قضائية عادلة وحماية حريات الناس وحفظ كرامتهم وممتلكاتهم من جانبه افاد سعادة القاضي علي احمد الكعبي الامين العام للمجلس الاعلى للقضاء بان مشروع قضاة المستقبل 2019 في نسخته الثانية تكلل بالنجاح ما جعله حافزا للسلطة القضائية لتعزيز المشروع بنسخ متتالية مستمرة دعما للنهضة والازدهار التي تعيشها المملكة في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى ايده الله ورعاه حيث يعد مشروع قضاة المستقبل رافدا للسلطة القضائية في استقطاب الكفاءات القانونية البحرينية وفق أسس ومعايير شفافة وموضوعية